اشتركوا في القناة حاجة شهية وجميلة بجد فخم جدا وشيك تقدري انت لك حرية الاختيار في الجرنش بتاعك والتزوئ انا عاملا قدامك اهو حاجة جميلة وتقدري كمان تغيري فيه وتحط الفواكه المتواجدة عندك حاجة بسيطة جدا من بطين فقط لا غير عملت نوعين من الجاتو وعملت 16 قطع يعني اكتر من دستة هنا معايا كيك بوبس ومعايا الجاتو القطع الكبيرة كمان مش سورية حاجة جميلة جدا تقدري تقدمها في مناسباتك وتقدري كمان تقدمها لديوفك وكمان لكل عشاء الشوكولاتة يلا بنا نبدأ بسم الله المقدير وطريقة التحضير بسم الله انا معايا هنا عدد اتنين بيضة ومعايا نص كباية من الزيت ومعايا فانيليا ومعايا باكت نس كافيه وكباية مية سخنة ومعايا كباية حليب ومعايا معلقة صغيرة من الخل ومعايا معلقة صغيرة من البكنجزودة او الكربوناتو ومعايا كبايتين الا 3 معالق دقيق وحطيت الثلاث معالق كبار من الكاكاو المر ومعايا كباية سكر خشن عادي ومعايا طبعا باكت البكنج بودر نبدأ باسم الله اول حاجة جبت البولة اللي هشتغل فيها وانزلت بالبتين بتوعي وحطيت عليهم الفانيليا عندك فانيليا سغيرة عندك الباكت الفانيليا كله شغال وحطيت معلقة صغيرة من الخل الخل العادي بتاعنا اللي احنا بنستعملوله السلطات تمام وبضربهم كويس جدا بالمضرب السلك عاسي استعملي مضرب كهرباء اوكي عاسي استعملي الخلاط مفيش مشكلة انا بحب السهل المواضيع عليكي لانه هو انا مش محتاجي يبقى سبونج تمام فانا مش محتاجة ان انا اضربه ضرب كتير حطيت عليه هنا السكر واللبن والزيت وحكم الخفق طبعا لو عايزة تعملي كلام ده كله في الخلاط بتحطيهم الكمية دولت مع بعض المقادير الاولانية دي في الخلاط وتديهم ضربة مع بعض جبت الدقيق بتاعي المواد الجافة حخلطها على بعض طبعا زي ما قلتلك انا حطى تلات معالي من الكاكاو المر او الكاكاو الخام على كوب بيتين من الدقيق الا تلات معالي يعني اللي انا شلتهم من الدقيق حطيتهم من الكاكاو وطبعا ضفت دلوقت الباكينج بودر وضفت المعلقة الصغيرة الكربوناتو بنزل بالمواد الجافة بتاعتي على الخليط اللي انا سبق وضربته مع بعض بخلطهم كويس جدا بالمضرب لو عندك مضرب كهرباء اشتغلي ما فيش مشكلة هنا اخر حاجة بضيف بكت النس كافيه او القهوة سرعت الزوابان على كوبات المية السخنة مش مغلية مية سخنة عادية تمام بنزل بيها على خليط الكيك بتاعي وبقلبه مع بعض طبعا في الاول بتحس ان هو كتل وساب منك ما فيش اي قلق كميلي خفق وحتماسك لاننا الخليط بتاعي النهاردة بتاعي الجاتو بتاعي بيبقى سايل بعض الشيء مش بيبقى تقيل اوكي خلاص هنا طبعا قبل كل شيء ببقى بدء زي ما فهمتكو كل مرة مسخنة الفرن بتاعتي على اعلى درجة وببقى محضرة القلب اللي حنزل فيه الخليط بتاعي قلب الكيك لازم يكون مستطيل علشان لما تيجي تقطعي الجاتو بتاعي يطلع معاك القطع المستطيلة على حسب المقاس اللي انت حباه فضيت في القلب بتاعي دهنية دهنة زبدة او سمنة او زيت المتوفرة على حسب رغبتك ومعفرها تعفير الدقيق او كاكاو على حسب ما تحبيه وحطتها على الشبكة لمدة تلت ساعة لنص ساعة بالتباية بحطت فيها خلة اول ما الخلة تلعت نظيفة طفيت النارة عليها وسبتها في الفرن شوية فتحت الباب وربته علشان ما تهبطش مني المدة خمس دقايق وبعد كده روحت مطلعها سبتها لما بردت تماما زي ما انت شايفها كده وقلبتها قدامك من السنية خرجت بكل سهولة هبدأ دلوقتي ان انا ازوق او اجرنش الجاتو بتاعي معاكي علشان خاطر برضو اللي اول مرة يشوف فيديو ليا ازاي وانا بزوق الجاتو او الترط ياخد بالو من الخطوات واحدة واحدة اسمتها معايا اتنين انا هعملها ديسكين مش هعملها تلاتة شايفة من جوة الاخرام شايفة انها سفنجية وطرية جدا الكيك بتاعي هشة جدا بالرغم انها بطين بس هنا معلقة الخل بتساعد على الهششان بتاع الكيك وهي اللي بتساعد على انه يبقى طي طبعا البيكنج سودا برضو اللي هو الكربوناتو بيساعد على الهشاشة دي وما بيخلنيش ان انا احتاج بيض كتير معايا هنا بقى عازة تسقيها هنا بالفرشة حاجة بسيطة جدا لان هي طرية مش مستحملة انا عندي عسل اللي هو عسل الشربات بتاع الحلويات او السيرب حطيت معلقة عسل عليها معلقة مياه خففته وشربت بيه الكيك بتاعتي كده بالفرشة حاجة بسيطة وعملة طبعا الكريم شانتي بتاعي حقسمه في النص كده بيني الدسكن بتوع الكيك بتاعي ححشيها في النص ما عملتهوش بالشوكولاتة انا حبيت ان انا احط الكريم شانتي بتاعي في النص يكون ابيض هنا غطيت حطيت النص التاني فوقها عندي الجنش بتاعي الجنش الخفيف جدا مش اللي هو البسيط الاقتصادي برضو كنت عاملا موجود على القناة هحطلك لينك الجنش وهحطلك لينك الكريم شانتي برضو في صندوق الوصف للي اول مرة يشوفوا معايا الجنش بتاعي ده ما فوش ولا زبدة ولا كريمة ولا حليب اقتصادي جدا برضو وطعمه خرافة وما فوش شوكولاتة كمان يعني معاكي جاتو اقتصادي على قد الايد فعلا وطعمه حقيقي خرافة انا ما بحبش ان انا اسوي الكيك بتاعي او الجاتو يبقى حاجة كده بالمسطرة انا بحب الشغل بتاعي يبقى سريالي بعض الشيء وفي الاخر بديني نتيجة فعلا حلوة اوي 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 معظم جاتو هاتي وطرطاتي بعملها بالمنظر ده التعريجة دي بتبقى شيء جدا في الاخر بتدي التعريجة اللي هي بتاعت جزع الشجرة في الجاتو فبتبقى كمان خطيرة الحاجة لما بتبقى كده يعني على راحتها ما بتبقاش بالمسطرة بتبقى جميلة اوي 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 في الاخر بتدي شكل فعلا حلو بتقطعي الجوانب بقى بتاعتك دي وبتمسحي السكينة علشان خاطر ما تغديش الكريمة من الحرف وتحطها في النص وانت بتقطعي تبوازي الشكل بتاعك شلت الجوانب دي كلها وما عنديش حاجة بتترمي الجوانب دي اللي عملت منها الكيك بوبس اللي شفتيه معايا او الجاتو الهو البولة ببقى موجودة عند الحلواني برضو جاتو البولة شكلت ده فيه ناس كتيرة جدا بتشتهيه هقولك على تكة انا عملته ازاي برضو انت هنا بقى بتقطعي على حسب حجم قطعة الجاتو اللي انت حبيها عايزها صواري بتقطعها صغيرة عايزها معقولة كده زي انا ما عملتها وكل قطع وقطع بتمسحي السكينة اهو منديل في ايدي ورق منديل مطبخ بمسح بيه تمام علشان خاطر ما اخدش كريم من هنا وتلاقي الحتة التانية ما تيجي تقطعيها فيها طبعا كريم مكان حرف السكينة شكلها مش هيبقى مستحب اوكي خلاص كده انا قسمت قطع الجاتو ادي الكريم شونتي بتاعي وادي الجنش شوكولاتة هنا ما حطتش كاكاو على الكريم شونتي اخدت من الجنش بتاعي معلقتين كده تلاتة كبار حبيت ان انا اخلي طعم الكريم شونتي بتاعي غني بالشوكولاتة اكتر من معلقة او معلقتين كاكاو وديتها تقليبة كويسة جدا وادي القومة البلاستيك دوت يعني متوفر في كل بيت تقريبا ومش غالي موجودة عند مستلزمات الحلوانية ولو عندك الكيس تاعي الحلواني اشتغلي بيه براحتك اي حاجة متوفرة عندك اشتغلي بيها ده انا حبيت اشتغل بيه لان انا مش هعمل كريم شونتي كتير هي بس وردات كده منع الحرف عندك بقى شوكولاتة فورموسية الالوان شوكولاتة فورموسية عدية عندك كرز احمر كرز اغدر اي كرز الوان دلوقتي متواجد في السوق ما عنديكش حاجة خالص ممكن تكتفي بكده الجاتو ده كلفني بالزبط تقريبا مش اكتر من 25 جنيه ممكن اقل كمان لان معظم الحاجة متواجدة عندي وانت ممكن تكون الحاجة متواجدة عندك برضو يعني الضيق موجود الزيت موجود السمنة موجودة انا ما استعملت السمنة على فكرة لو انت عايز تبديلي الزيت في اول المقادير بسمن براحتك بس الزيت اخف كتير البيض مثلا بطين مش كتير كريم شونتي مش عندك ممكن تجيبي بكت اللي هو الدريمويب برضو مش غالي مش شرط تجيبي ربع كيلو ونصف كيلو من الكريم شونتيه اي حاجة عندك اخر حاجة عملتها الدهبي ده ده جليتر غزائي برضو عند مستلزمات الحلوانية جايبايا عندي علشان اكسر بيه الشكل الشوكلت اهو واشتغلت بيه فوق الحاجة واي نوع فكرة عندك قدرت تحطيها على وردات زي ما قلت لك ممكن فراولة ممكن اي حاجة متواجدة عندك او كرز او من غير خالص اي حاجة وعملت الكيك بوبس اللي هو الجونب اللي خلعتها من الجناب اه كورتها زي ما هي كده زي ما هي فيها معلقة من الجنش فتعجنت معايا بس حطت عليها نكهتها عشان يبقى الطعم مختلف بمعلقة صغيرة من القرفة وكورتها وبردو غطستها في بقية الجنش وحطت عليها برضو جليتر الدهبي وبجد بجد يستاهل التجربة اه دي يا ستي ما خدش مني وقت انا ما دخلتوش التلاجة غير بس لما خلصتو تماما يا دوبك مسك بس في التلاجة اه ساعة او نص ساعة وتقدميه مش محتاج خالص يمسك هو الجنش بتاعي تقيله بيمسك بسرعة وادي كيك بوبس اللي قرتلك عليه شايفها منظر الكورة حطت عليها برضو جليتر تكسر لون الشوكولت ويا رب النهاردة الوصفة بتاعتي تكون اقتصادية وخفيفة وتفتكم ادي كيك او جاتل حلواني عمليه بايدك الموفر ما كلفش اكتر من 25 جنيه وساحتين وهنا علق لكم يا رب ما تنسوش الاشتراك في القناة كانت معكم لنا الحجير اشتركوا في القناة